أستاذ هل فعلاً لما جاوك أنا أنا ما دا بي نعرف حتى أول مرة يعني انتاك دكتور في مختص في هذا الشي في الجراحة التجميلية والترميمية يعني أول مرة دكتور جابوا لك فيلتر قالوا لك أنا أنا حابة نولي كيمة هاد الفيلتر كيفاش كانت ربما ردت فعلك وهل يعني كانوا بزاف مراهجة وكيفاش حكيلي دكتور ما قدرش نقول لك بلك أول مرة شفيت بس يعني هي يوميات يعني كل خاصة الشابات الفتيات جيبنا بزاف للصور تقول لي هذي ديلي كما سواء الفيلتر كما راني هكذا كما راي فقط وتعي ولا جيبنا ينطخ استار أكتريس ويتقول لي هذا الشكل ديرنا هذا الشكل يعني تقبر هذي كوتيديان صدر يومياً احنا نشوفوه ونقول لها بينصير نصحوهم بعد حتى الأسكو نقدروه ولا ما نقدروش طيب هناك إقبال كبير بما دكتور وي إقبال كبير خاصة كما أقول من طرف السيدات يعني الشابات فتيات سيقتول بدون من يعني من السبعة عشر ببعض في الأقل منهم يحبوا ي سبعة عشر سنة يعني سن مراهقة هل هذا ربما بحضور أولياءهم دكتور بالطبع بينصير لازم يكون نحن يحتاج أقل كما وقلوا بحضور الأولياء بعرف الأب والأم ويجوا يكونوا في نقاش يلزم لها وليزم لها حنا نعطوا رأينا كالاختصاص نعم هذي العملية ونقدرو نديروا هذا الشيء هذا شيء خاصة في الأنف يعني هما الأول حاجة هي البريدوموندي هي الأنف خاصة لفتيات صغيرة طيب في تقليل كنت شفت أنه قلت كيم ترجمة نانسي قنقر